أين أنت؟ سؤال سأله الله في القديم لآدم حين أخطأ خطيته الأولى في جنة عبنه صرى الصوت الإلهي قائلاً آدم، أين أنت؟ آدم وقتها حاول أن يختبئ من وجه الله ومنذ ذلك الحين وجميع أبناء آدم يهربون من هذا السؤال يحاولون الاختباء ولكن هل يجدي؟ مشهد مهيب هذا الذي صوره لنا الرب يسوع في إنجين مكتب الإصحاح الخامس والعشرين مشهد يقتضي أن نسأل أنفسنا نفس السؤال قبل أن نسأل عنه في اليوم الأخير في اليوم المهيب أين أنت؟ ومتى جاء ابن الإنسان في مجده؟ وجميع الملائكة القدسين معه؟ فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخرافة من الجداء فيقيم الخرافة عن يميمه والجداء عن اليسار كلنا حين نسمع هذا التقييم وحين نستحضر هذا المشهد إلى أذهاننا نتخيل أن التقييم أصعب ما يكون وأن دخول الملكوت بعيد عنه لكن حين نستمع إلى الوحي الإلهي كيف ومن يرث الملكوت تستنير أذهاني؟ ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعال يا مباركي أبي رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعت فأضعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فأويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا فأتيتم إلي فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك ومتى رأيناك غريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوات هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم ثم يستكمل الوحي الإلهي المشهد المهيب بمن سيكون عن اليسار يقول الرب اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته لأني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني كنت غريبا فلم تأوني عريانا فلم تكسبني مريضا ومحبوسا فلم تزروني حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك فيجيبهم قائلا الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوه فينضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية والآن علنا لا نكرر خطأ أبينا آدم ولا نختبئ من السؤال أين أنت بين هؤلاء عن اليمين أما عن اليسار فأنا أنت حبتي إزايك؟ عاملة إيه؟ الحمد لله نشكر الجنة تمام الحمد لله ما تقتيلي أني عنيكي فيها دعاب ومشكل تحكيلي بقى تكسي هي الأول بدأت بنظر ضعيف كشفت كتير قالوا لي إن نظارة عادي وقياس نظارة بيضعف كنت أجدد وهكذا نزلت كشفت في القاهرة أتكشفوا إنها قرانية مخروطية من قيمت حوالي ثمان سنين يعني من ساعت ما يعني أنت بتلبسي نظارة من ثمان سنين؟ من قبل ثمان سنين كنت فاكرة ضعفة نظر عادي وبعد كده من ثمان سنين الزبط اكتشفت إنها قرانية مخروطية طيب إيه تحتاج إيه القرانية المخروطية؟ كانت دكتور ساعتها قيل لي محتاجة زرع حلقات بالقرانية الأول وبعدها هنعمل عملية تثبيت عشان النظر مايرجعش يروح تاني بس فأنا أهملتي فيها اللي هي ماهتمتش وأنا نظارة هي بس بشوف بيها وكده يعني هو الأول ضعف نظر كده ضعف نظر إيه اللي تطور بعد كده خلاكي تشوفي دكتور ثاني يعني تشوفي نظارة وشايفها إيه اللي خلاكي تدروحي دكتور ثاني وكالات إيه يعني إيه اللي تطرق؟ كانت النظارة بتضعف معي باستمرار بسرعة اللي هي حاجة تقلق النظر بتدقي إيه اللي بيقل بسرعة مستمرة وبسرعة سريعة كده إيه بقى هي القل بسرعة بسرعة كده؟ كنت كل ست شهور لازم أغيرها وبقى النظر بيضع في نها ما شوفش منها وغير نظارة فقلت منزل بقى أشوف دكتور كويسو الكهيرة فهو اللي اكتشف الحال اكتشفت يبقى الكلام ده من قد ايه من دلوقتي يعني؟ يعني من 8 سنين من 8 سنين؟ من 8 سنين يعني موضوع الحلقات العملية والحلقات اللي هي محتاجة لها في العين تتغير دي من 8 سنين؟ من 8 سنين كانت عين واحدة في خلال الفترة التمان سنين دي تطورت بقيت العينين دي اتنين كانت عين واحدة اليمين بقيت الشمال كمان وكان الاتنين بيتعفوا بنفس النسبة يعني؟ او او وان كانت فيهم واحدة أفضل من التاني لما الاتنين كانت بيتعفوا زي بعضي يعني؟ او حاليا الاتنين فيهم واحدة أضعف خالص والشمال يعني؟ وطبعا النظارة دي انت بغيرها من فترة قريبة؟ هي لأ من فترة كبيرة بس لما جيت غيرها تاني قال النظر وقف عمد كده اللي هي مفيش قياس نظارة تاني هيجي عليها طب انت كده بان الدرة دي مفتوضة انها مش مريحكي قوي؟ لا مش قوي بس قال لي مفيش كذا دكتور قال لي مفيش قياس تاني بعدها هي وقفة عمد كده يعني محتاجين من عملية؟ او قال لي العملية ضرورية طيب وفيه أطارات بتخديها؟ فيه علاج بتخديها؟ لا لا هي ملاش علاج خالص غير العملية ولا أطارات ولا أي حالية هي عملية زرع الحلقات طب عملية زرع الحلقات وقلت فيها عملية تانية تثبيت؟ عشان ما يرجعش تاني يروح المنظر وكده طب دولة العمليتين بيتعملوا مع بعض ولا دي لوحدها؟ وبعدين بتخفي منها والتثبيت ده حاجة تانية؟ لا أول عملية الأول وبيعدي بعدها مثلا فترة قد شهرين كده تريح من العملية وبعد كده لازم التثبيت على العنين الاتنين برضا يعني واضح انه في الفترة اللي هي حصل فيها التعب بسرعة دوت كنتي أيام دراستك؟ يعني كنتي أياميها لسه بتذاكري يعني؟ كنت بالبس نظارة أو أنا أول ما خلصت دراسة والنظر التضايدة فلبست النظارة بس فابتدت الحالة تسوق لحد دلوقتي بس طيب أنا يعني أنت كده وصلت البرنامج أين أنت؟ عايزك تقوليني للطريقة اللي وصلت بها للبرنامج؟ في ناس اتدخلت أو المسامات حالتي أنا فجأت بيهم بيقولوا لي إحنا كلمنا برنامج حضرتك وبعد كده لقيت فجأت إنا خادم من القناة عو طول بسرعة أنا ما تخيلتش إن الموضوع هيمشي بسرعة كده لقيته جي شرفنا هنا واتدخل وبعت لي بعد كده معدل الدكتور في القاهرة نزلت كشفت مفيش برضه فترة قليلة لقيت معدل عملية تحدده وربنا تمجده وصلت يا قناتسي في برنامج حضرتك فعدي حاجة كويسة جدا يعني طيب أنت دلوقتي تحددلك معدل عملية ونفس الدكتور اللي هو كان من طرف خدم أين أنت هو نفس الكلام اللي قال وهو اللي تقل قبل كده هو هو نفس الكلام ما كانش في حاجة زيادة أو لا ممكن نستنى أو كده لا لا نفس الكلام هو دكتور ممتاز برضو وشخص الحالة صح نفس ما كانت متشخصة وبأسرع ما يمكن جهز إمكانيات العملية وحدد المعيد وربنا يسهل أتتامن إم تبقى العملية إن شاء الله؟ بإذن الله يوم الثلاث بنفس الإزبادة كده يعني بعد يومين من دلوقتي؟ آه بإذن الله يومين بإذن ربنا إن شاء الله إن شاء الله الدنيا تبقى كويسة يعني بإذن الله طبعا أنت متوترة عشان عملية؟ أكيد متوترة رغم أن أعرف أن هي هتبقى قد عشان في العينين الاثنين؟ عشان العينين الاثنين وإنها عملية كبيرة مش ليزك أو حاجة يعني فهي موترة نشوك ولا هو يعني ما كانش فيك طرح أن يعملك العملية في عين وبعدين لما تبقى كويسة يعملك في العين التانية أساس ما يعملش عملية في العين تين مرة واحدة؟ لا هو على طول حدد المعيد وقالي العنين الاثنين بس فهم شعر بس يعني من الحاجات القليلة أنا أسمع عن عملية في العين يعمل العينين الاثنين؟ لا أنا سألت وقالي العينين الاثنين شايلة هامة بقى أنا هعمل عملية وعينية يعني هتبقوا للتنمع؟ ايه أنا فرحانة برضو أكتر من أن أنا متوترة اللي هي لي أكتر من كام سنة أن أنا نظري بيضعف ومشوفش كويس حتى بالنظارة فدي خلياني أن أنا استحمل التوتر شوية وربنا كبير ربنا موجود يا حبيل كان إيه اللي بيعوقك في الرؤية؟ يعني أنت بتقولي نظري بيضعف؟ كان إيه اللي بتحس إنه إيدا النظارة معقول مش شايفة بيها كده؟ يعني كنتي إيه اللي بيضيقك يعني؟ لا هي مشوشة اللي هي النظر مش جايب اللي قدامي كويس ممكن الشخصيات لو ما عرفهاش ما عرفش حدد ملامح زي غلالة على طول فدي اللي بتخلينا غير من الضرب استمرار وبنظر بيقيله على طول بقى وبتعمل صدع؟ لا هو عبارة عن ميكروب بيمسك شبكية العين فبيسحب النظر فاللي هي ما بتتعبنيش بس هو شغيل بقى وفجأة بتلاقي نفسك مش عرفت حددي ملامح اللي قدامك؟ طب يعني أنا هسألك سؤال عشان لما أجي إن شاء الله بعد العملية وتبقي خفيته زي الفرن هتجابيني على السؤال ده تاني دلوقتي انت شايفاني إزاي؟ لا بالنظارة وعشان حضرتك كويبة شوية لا شايفكي كويس شايفاني كويس لك لو ألعت النظارة مش هعرف خالص مش هتعرفت ملامح أنا هعملك الاختبار ده بعد التصوير عشان لما تتعمل العملية وتبقي زي الفرن نتيجت إيه لا أنا مكنت شايفة شايفكي أصلا يعني هتلاقي فرق كبير أنا عندي أعمل كتير كبير أوف ربنا ربنا معاك ويطمين عليك وإن شاء الله يبقي يوم بسيط يوم العملية وسهل مباركة العدرة والكدسين طيب أولية عندك أولاد قد إيه؟ معي أولاد سبع سنين وبنت خمس سنين طيب وأخبر المذاكرة معاهم إيه بتذكرينهم إزاي يعني؟ هو سبع لسه يعني هم لسه بتقليل في بداية المدرسة في كي جي وان وكي جي تو كده أو عادي يعني بذكر أصحابها شوية بالنسبة أن أنا ما بشوفش يعني في أكتر من موقف أحرجي برضو مع الأولاد إنهم ما يكتبون أنا مش شايفة أزعق لا دا مكتوب دا مش عارف إيه كلام دا يعني حتى بالنظارة والكتابة قريبة منك في الكراسة مش بتبقي شايفية لا ساعات لما ببعيد شوية ما بشوفش لازم أقرب أو يعني فدا تعبت مع أولادك في المدرسة؟ آه طبعا طب هم عارفين أو فاهمين إن بس هم مزغنانين يعني فاهمين إن ماما مش يعني بتلبس نظارة ونظارها هتعايبك وكده؟ آه فاهمين حاجة زي كده وطب انتي لابسة نظارة ممزمي شوفي كويس مش عارف إيه كده يعني بس طب يعني يومك يحتلسة داخلين في بداية الدراسة وكان بيبقى بتعملي إيه معهم طول الوقت في السيف؟ كما هي إن الدراسة مسهلة علي برضو شوية يعني ما ضعفتش للدراسة فأنا بحاول إن أنا أقرب من الهداف أو إن أنا أركز شوية عشان ما يبقاش حاجة موقف محرج بنسبالي يعني بلتو حراجي بس أنت تعبانة يا دي حاجة مقالماكي وهي الوقت؟ هو شوية ولا عشان ما كنت كنت حاسة إن هي مش يعني أنا مش عارفة حلها إيه مش عارفة العملية هتتعمل إمتى؟ أوه بس يعني هو ده كان تفكيرك يعني لا إن شاء الله تذكري معهم ومتبطليش مذكرة يعني تعودي كده تزن يا ماما توقتيش بتعملي كده الزمان أقول لهم لا ما أحرص الموضوع تغير يعني كنت بقى رب مسلا عشان النظر وكده هم كويس شوية أولانياً بعد كده هتزودي بقى هتزودي مذكرة بإذن الله يا ربنا يتمجد ولم يتنجح إن شاء الله إن شاء الله يا ربنا تنجح وتبي زي تفوز بإذن الله إن شاء الله ربنا معاك ونجيلك نقول لك حمد الله ع السلام مرسي يا رب شكراً أزايك عاملة ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله علي السلام الله يسلام إحنا ما كنا عالك آخر مرة كان فضلك أيام وكعملي العملية أو تاني يوم تقريباً عالم أعرف تكر يعني آه فاقوا لي بقى من ساعتما إصدناك عملتي ايه؟ استعدادتك بالعملية كانت إزاي؟ آه يعني كان خلال يومين خلاصة إن أنا سفرت على طول قعدت هناك في المستشفى خدت دوري كان استقبال كويس طبعا مستشفى كويسة خدت دوري ودخلت عملت فحوصات كشف ما قبل العملية هو كان يوم طويل شوية بس عدا يعني الحمد لله ودخلت قعدت حوالي في قط العمليات من مصر ساعة لصاعة لرب كنتش حاسة بحاجة يعني كنت صاحية بس البنج مكنش نخليني حاسة بحاجة بس شايفة كل حاجة وحصلت العملية وطلعت فبعد ساعة لربع بالضبط كنت شايفة مكنش حاطتلي حاجة على عناية كنت طلع كده شايفة عاجي مفيش اي حاجة كان فرق كبير قوي طبعا من قبل العملية لبعد العملية يعني كعنيكي ما كانتش متغطية ولا اي حاجة لا لا ما كانتش متغطية دخلت قبلها بساعة لربع عنيكي مش شايفة بيها او ودخركت لقيت نفسك شايفة الضوء عادي حتى ما حطتليش حاجة عشان الضوء ما يتعبتيش لا لا ما كانتش الدكتور حطت لي حاجة خالص وطلعت شايفة كل حاجة في فرق جامد طبعا حتى بالنظارة ما كنت شايفة الرؤية دي كانت اوضح بكتير طبعا دي في مسميات العمليات اسمها عملية كيفة اوضح بان عملية الكارانية المخروطية زارع الصديق باقتلاح اوه هي الاصابه في العين كانت اسمها كارانية مخروطية كانت العملية اسمها زراع حلقات بالقارانية بس فكان المفروض ان انا هعمل العملية زرع الحلقات وعملية التثبيت مع بعض فالدكتور يعني جوا عمالي زرع الحلقات بس عشان انخلت وقت جامد وقال الممكن ما ينفعش ما استحملش العمليتين مع بعض فاجدنا العملية التانية خرجت طبعا شايفة كل حاجة قعدت فترة طبعا لحد ما الدكتور شافني مرة واثنين وثلاثة ما مشيتش من المستشفى بسهولة مرة واثنين وثلاثة في نفس اليوم اوه في نفس اليوم برضو اتمن علي وفقصات وكده وممشيتش برضو من الكاهرة عادت تاني يوم كان برضو عن الاستشارة تاني كان يتمن علي عملية وكانت عملية كانت صعبة في ساعتها كان فيه قلق شديد جدا بس الحمدلله عبدت على خير قلق وقلم ولا قلق بس لا هو ما كانش فيه قلم بسراح هو كان قلق بس الحمدلله عبدت على خير ما كانش يعني كان وقت طويل اوه بس عادة عادي مقصوطة جدا وقت القلق لو دقيقة تبقى سانة اوه طبعا بس عشان كده طول الوقت رغم 4-20 ساعة مثلا لكن حسيت انه وقت طويل اوه كان طويل بس بعد كده طبعا فرحت ان انا الواحد عمل العملية فخلص بقى ضيعت الوقت كله والدعب وكلاه بس الحمد لله بس الحمد لله حمدت ربنا ان انا عملت العملية ورجعت اشوف كويس بس الحمد طبعا هي العملية كتب عنيك الاثنين اوه طيب يعني عايز اقول مستوى الرؤية في العينتين دلوقتي زي بعض اليمين والشمال زي بعض لا هي اليمين اصلا ضعيفة جدا ده من الاساس خالص اوه من الاساس خالص هي اضعف من الشمال بكتير فلما حسن النظر هي بقيت كويسة بس مش هتبقى زي الشمال لكن يعني هي فرق كتير برضو من قبل العملية لدلوقتي فهي الرؤية بيت احسن بمراحي دي اوه تقتنش في مرتباسي نظارة لا هو مفروض فيما بعد هلبس نظارة بس بعد العملية التانية اللي هي العملية التانية لان العملية دي بتحسن النظر على مدى ثلاث اربع شهور بتفضل تحسن في النظر فما ينفعش يعمل التثبيت إذا لما النظر يقف على حالة معينة فمتابع استمراره على طول كل شهر بروح أعمل فحصات وأشياء من تاني والنظر بيتحسن فعشان كده بيأجل لعملية التثبيت بس فان شاء الله يعني كده 10-15 يوم وعندي اتشارة تاني ويحدد لعملية التثبيت التانية وبعد كنت طلع نظار ان شاء الله ان شاء الله قادرة تذكريني أولادك اوه طبعا فرق دي اه انا عازة سعليك يا انتي مش قادرة مش عارفة تذكريني لا الحمد لله باحمد ربناني وباشكر ربنا كتير قوي ناني دلوقتي طبعا غري الاول كتير هتفرق كمان بعد النظارة تاني هتفرق في مراحل تحسين النظر دلوقتي بعد العملية بيتحس ان بعد شوية يعني وهتفرق لما تلبسين نظر اكيد طبعا احس ان احنا كويسين خالص دي تقول اكيد طبعا الحمد لله تقولي ايه بقى للي في نفس توترك اللي انتي كنت تحسة بي يعني انتي لسه عاملة العملية قريب وحعرف التوتر وبتحكيه وانتي متوترة يعني بتفتكري ايام التوتر وانتي متوترة اللي في مكانك دلوقتي وعنده نفس الاحساس ونفس المشكلة تقوليه تقوله ايه تقوله سبها على ربنا ربنا كبير يا لحظة اي نعم صعبة بس هتعدي هتنسى بعدها اي حاجة بعد ما تحس الفرق بعد ما هتشوف قدرة ربنا والعملية وكده هتعدي على خير هتنسى ده كله هتفكره اياني هتقول عليه كلامها ايه ان انا كنت متوتر يعني على ايه التوتر ده كله لا يعني توتر هيبت العمليات نفسها والقوضة وداخل عامل عملية وكده دي الواحدة ها كانت متوتر هو برضه اللي بيبقى الان لان دي عيني هي اوه مش صعبة دي العين فهي حاجة الواحد بيسيبها على ربنا اولا بعدين الدكات فهيان ثانيا ربنا معاك ويفرحك فان شاء الله تعملي العملية الثانية هي والنظارة وبعدين تلسى ولدك سغنانين يعني لسه في قولة وفي كيجي في حاجة سغنانة خلاص بعد كده بقى ماتفيش حاجة هتعود تزكي تزكي بتاعي تسألك كمان انت اصايح ولدك سغنانين وبتقولي طبعا بتلتي تتذكر لهم احسن من الاول فرق جبير عن الاول يعني كان قبل العملية في طلبات للبيت وتنزلي وتجيبي حاجاته ده كان العفن وكان بصعوبة دلوقتي بقى وليلي اليوم بتاعك اختلف ازاي عن الاول اختلف في حاجات كتير في مذاكرة في طلبات بالنسبة لأي حاجة في البيت كتابة طبعا اللعب مش عارف ايه الحاجات دي كلها بتختلف كتير طبعا يعني بقيت شايفة بقيت قادرة ان انا اعتبع مهم في اي حاجة ما بقولش لأ ما بتهربش الحمد لله ما بتضيقش ما بتضيقش لما يتلموا مني حاجة لا ما بتضيقش لانك مش شايفة لا الاول كتبت تضيق لانك مش شايفة اول لا ساعات كتير طبعا كان يبقى في حاجات مش شايفة ممكن اعاكب عليها بس هي موجودة بس انا مش واحدة بالي منها دلوقتي لا طبعا في فرق كبير من دلوقتي من قبل كتب والحقيقة انا فرحانة ان انا اقتليك مرة ان شاء الله هجيلك ان انا شايفك كويس والنهاردة انش اقتليه انك شايفاني كويس الحمدلله اكيد طبعا صايفيك الحمدلله على سلامتك يا حبيبتي وربنا يكمل المشوار سهل الباقي سهل مستعب واكيد طبعا ويطرحك بولادك الجمال وتذكرينهم وتعملي كل حاجات شايفة نفسي ربنا خليكي وبشكر فريق بتحدياتك جدا والقناة وبشكر برنامج اين انت والحمدلله ربنا موجود انت فين؟ اين انت؟ الفقر بيوجع وفي ناس بلكوم بتكمل باقي عشاها بنوم واجع الجوع صعب وبيعور يمكن اكتر من سكينة ما شافتش اللحمة من مئة يوم اللي يدور لنا ربنا بنأكله بيه هنحملها مأكل ربنا عشرة عمليه نفسي هاكل لحمة الشتا داخل والبرد جديد وفي ناس بتوفر بصعوبة لقومتها الحاف فطبيعي انها ما تجيبش الحاف مصاريف مدرسة شنطة ومريالة كشاكيل كراريس مقلمة منقلة كل ده هم كبير قوي مع ناس قدهم الصبح الاخر الليل كسفول بجنين ومعارغي فين؟ من ناس مش عارفة هتقضي ازاي ومنين؟ انت فين؟ اصالات النور، الأدوية وحساب الدكتور، من ناس مرمية في قلب السجن علشان مش قادرة تسد الدين، انت فين؟ موسيقى تعرف؟ للدين تعريف يامة ازاي تصلي وامت تصوم، العيد كم يوم، تقص ملابس، تفسير، قوانين، تعريف تملة مجلد كامل، وانك تبقى معين لأرامل او قب تحن على يتامة ببساطة، ده تعريف الدين الديانة الظاهرة النقية عند الله الآب هي هذه افتقاد اليتامة والأرامل في ديقاتهم انت فين؟ أين أنت؟ من كل الناس المحتاجة قررت تحيبقى مكانك فين؟ قررت انك تعمل حاجة؟ هتكون ضمن الناس الندرة، وبحبها هتمسك سيف خيرك، وحتنزل في الساحة تحارب فقر وجهل وأمراض غيرك، ولا انت هتقعد في مدرج، وهتكتفي إنك تتفرج من ضمن مشاهدين بالملايين ما ليش حدد معك؟ واشكرها، كل اللي يجيوه وإحنا شكرينا والرب رعاية فلم يعشك جاهز تأثيرك هيساوي بصيرك، فضروري، تحدد، الرايح فين؟ انت فين؟ أين أنت؟ موسيقى 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 عشت يا مولاي حينا بينهم، تنزع البغضاء منهم والخصامة، كنت يا قدوس قلبا مشفقا، فملأت الكون حبا وسلاما، كنت رجلا لكسيح ويدا لأشل، وأبا بين اليتامة، قد أقمت الميت والأعمى رأى، والطريح المقعد اشتد وقام مر المسيح بين البشر، والمحتاجين للشفاء شفاهم، والمطروحين والحزانة، إله العزاء هو فعزاهم موسيقى ونحن منتبعناه، ونادينا وقلنا إننا أحببناه، أين نحن من كل هؤلاء؟ ماذا فعلنا؟ ماذا سنفعل؟ وماذا نرسل لسماء؟ أين أنا؟ أين أنت؟ من هؤلاء؟ موسيقى 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 موسيقى